انخفاض ملحوظ في نسب الإصابة بفيروس كوفيد 19 بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح إذ أجرى مركز أبوظبي للصحة العامة دراسة عن فعالية التطعيم في الإمارة كشفت عن تدن لافت في نسب الإصابة بفيروس كوفيد 19 بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح وأكدت الدراسة أن الإصابة إن حدثت بعد التطعيم فتكون بعرض بسيطة ولا تتطلب الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة ووفقا للدراسة تصل فعالية التطعيم في الوقاية من دخول المستشفى إلى 93% في حين تصل فعالية التطعيم في خفض الحاجة للعناية الطبية المركزة إلى 95% كما لم تسجل أي حالة وفاة من مرض كوفيد 19 في الإمارة بعد استكمال جرعات اللقاح اللازمة وأكدت الدراسة بأن التطعيم يعد أفضل الطرق للحصول على المناع عدد فيروس كوفيد 19 مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة أن المناعة لها أوجه متعددة ولا تقتصر على وجود أجسام مضادة كما أن المناعة غير مضمونة بعد الإصابة بمرض كوفيد 19 إذ قد يصاب الشخص مرة أخرى بالفيروس